السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في المقضع الرابع من الجزء الخامس في الكورس Modern Wireless Communication and Applications وفي هذا الجزء نتناول فيه أنواع نظم التعديل الحديثة المستعملة في الاتصالات اللسلكية الرقمية الحديثة تحدثنا في المقاطع الثلاثة السابقة عن CDMA والهدف من CDMA وطريقة عملها والمزايا التي فيها وكذلك تحدثنا في آخر مقضع عن بعض العيوب في CDMA التي كانت عائق للوصول إلى Data Rate عالية جدا اللي هي مطلوبة كانت في الجيل الرابع والجيل الخامس إلى آخره وتم التوجه إلى نوع جديد من الموديليشن أو ما يسمى بالـ OFDM السؤال الآن شن هو الـ OFDM؟ وكيف يعمل؟ ولماذا اكتسب هذه الأهمية اللي هي بدأت من حوالي تقريبا 20 سنة إلى اليوم أصبحت هي الطريقة السائدة في أغلب النظم الالتصالات الحديثة فنتناول هذا الموضوع إن شاء الله ولعل السؤال كذلك المهم اللي ممكن يخطط في بال أي حد فينا اللي هو لماذا تأخر الـ OFDM؟ الـ OFDM كمنظومة من 2003-2004 بدأت تدخل مع الواي فاي ثم بعد ذلك تأخرت في منظومة تعديل حتى الجيل الرابع فأين كانت في جيل الثالث وأين كانت في جيل الثاني؟ ولماذا تأخر استخدامها مع أن الفكرة المبنية عليها فكرة بسيطة جدا دعونا نبدأ إن شاء الله بأهمية الـ OFDM والفكرة اللي انبثقت منها الـ OFDM لو تذكروا تحدثنا في المقضع أو الجزء الخاص بالـ وقلنا إن من أكبر مشاكل القنوات اللاسلكية ما يعرف بالمسارات المتعددة فلما تقوم بإرسال أي رمز أي سيمبل السيمبل سيصل ولكن من مسارات متعددة ويحصل ما يعرف بالـ InterSymbol Interference اللي هي أن الرموز ستتداخل مع بعضها وتتوش على بعضها البعض وتتداخل مع بعضها البعض مما يسبب في ضياع المعلومة مما يسبب في ضياع المعلومة وبالتالي عند الـ Receiver يتم اكتشاف الرمز بشكل خاطئ قلنا أن حل هذه المشكلة هي بتقليل معدل إرسال الرموز بحيث يكون الزمن ما بين كل رمز ورمز يكون هذا الزمن أكبر من الـ Access Time للـ Channel اللي هو الزمن يتصل فيه الرموز بطاقة عالية وبالتالي لما نحافظ على زمن كبير ما بين الرموز سنتخلص من مشكلة الـ Inter-Symbol Interference ولكن طبعا المشكلة أن نحن سيتم تقليل كذلك الـ Symbol Rate تقليل الـ Symbol Rate أو الـ Bit Rate هذه الشيء طبعا غير مرغوب فيه نحن نريد في النظم الاتصالات اللاسلكية الحديثة نريد أن نصل إلى حتى أكثر من 1 جيجابيت برساكد وبالتالي تقليل الـ Data Rate هذه هي صح وهو الحل المنطقي والسريع ولكن حل غير مرغوب فيه ونريد أن نتجاوز هذه المشكلة فطبعا تم توجهه إلى باستخدام Equalizer ولكن Equalizer أو المسويات كما تحدثنا عنها في الأجزاء السابقة كانت تحل المشكلة بشكل جزئي وليس بشكل كامل يعني هي عندها قدراتها محدودة لو استخدمت Equalizer مباشرة مع يعني تويت أن ترسل مثلا الف رمز في خلال السامبليك تايم اللي هو فيه ميلي ساكن مثلا وتحتاج إلى تحليل كل هذه الرموز وفكها من بعضها باستخدام Equalizer هذه Equalizer ستحتاج طاقة عالية جدا لكي تعمل وبالتالي هذا غير يعني غير منطقي خصوصا مع الموبايل فون موبايل فون البتارية أو يعني الطاقة فيه محدودة وبالتالي لا يمكن استعمالها بشكل كبير جدا فقط في استخدام Equalizer أو في تحديد العمل والرسيفر وبالتالي طبعا هذا الحل كان حل يعني ال Equalizer كانت ممكن تؤدي الحل بشكل بسيط أو بشكل جزئي تحل ولكن ليس بشكل كامل يعني باستخدام ال Equalizer إذا كان ال Channel بدون Equalizer كان البتريت مثلا يكون 4-5 كيلو بيت بير سكند باستخدام ال Equalizer بشكل جيد ولكن ال Equalizer تكون سهل ال Implementation بتاحه ولا تستهلك طاقة عالية فيمكن زيادة هذه البتريت مثلا من 5 كيلو بيت بير سكند إلى 15 أو 20 كيلو بيت بير سكند ولكن لا استطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك إذن ما هو الحل؟ طبعا توجهوا بعنين إلى CDMA وتعرفت عن CDMA ومكانيات CDMA وكيف CDMA كذلك ممكن أن تقدم حلول مثل Time Diversity والFrequency Diversity وإنها باستخدام CDMA مع ال Equalizer سستطيع كذلك أن تؤدي عمل بشكل جيد وستطعنا أو شفنا في High Speed Packet Access باستخدام CDMA باستخدام Time Scheduling Techniques وصلنا إلى قرابة 14 ميجابيت بير سكند والتي تعتبر طبعا قفزة كبيرة جدا ولكن هذا هو الليمت لCDMA مع ال Equalizer اللي هي ممكن أن نعملها دائما عندنا حدود لما نفكروا مثلا في DataRate 300 ميجابيت بير سكند 500 ميجابيت بير سكند و 1 جيجابيت بير سكند الآن نفكروا حتى أكثر من 10 جيجابيت بير سكند في جيل السادس حقيقة CDMA ولكواليزر وحدها لا يمكن أن تؤدي هذا العمل إلى ما هي الفكرة يعني لو فكرنا نحن بأنفسنا يعني كيف ممكن نعمل فكرة بسيطة جدا وفي نفس الوقت تؤدي الغرض الفكرة بكل بساطة يعني بدون الدخول في تفاصيل رياضية كثيرة ولكن حنحاول نشرحها بشكل كافي إن شاء الله تعالى أول شيء لو نحن حولنا تدفق الرموز اللي هو Symbol Q أو Symbol Sequence اللي جاية حولناها من سيريال إلى Parallel يعني حولناها من سيريال بهذا الشكل مثلا لو فرضنا أن عندنا مثلا Symbols جاية بشكل طبعا شكل يعني Q وكانت مثلا تبدأ مثلا السيمبول الأول والسيمبول الثاني والسيمبول الثالث إلى آخره تمام وبعدين حولناها من سيريال هي ذي سيريال قادة متتالية ومتوالية إلى Parallel حولناها من سيريال من متوالية إلى متوازية وحولنا هنا إلى آخره، وبالتالي إحنا لو كان الـ data أو symbol rate هنا كان هو عبارة عن أربعة مثلاً mega symbol per second، يعني عندي أربعة مليون symbol في الثانية، لما قسمت من serial إلى paralele فأصبح كل واحد فيهن كم symbol rate؟ كم كل واحد؟ 1 1 mega symbol per second يعني أصبح هذا 1 mega وهذا 1 mega وهذا 1 mega، فهذا نحول لنا من ميجا الى اربعة متوازيات وكل واحد يكون واحد ميجا بيد كويس الان لو قسمنا من سيرة الى باراليل لكن قسمناها بدل من اربعة قسمناها لتساي الى اربعة الاف يعني عندي سيرة هذا وحولت الى اربعة الاف يعني باراليل سيمبولز فكم حيكون كل فرع فيهن كل فرع هيكون هو الاربعة ميجا اسمع 4000 يعني كل واحد هيكون واحد كيلو سيمبل بير سكند يعني كل واحد فيه هيكون واحد كيلو سيمبل بير سكند ما معنى واحد كيلو سيمبل بير سكند معناها ان الفرق ما بين كل سيمبل والسيمبل اللي بعدها حوالي واحد ميلي سكند لان الزمن هيكون مقلوب مقلوب الريت وبالتالي هيكون مثلا هذا الرمز الاول هيكون اس زيرو الرمز اللي بعدها اللي نحنا قلنا الف او و 4 ألف اللي بعدها حيكون السيمبول الخاص بال4000 و 1 الفرق ما بين السيمبول الأول والسيمبول الثاني حيكون حوالي 1 ملي سيكون حيكون 1 ملي سيكون وبالتالي السيمبول ريت أو معدل تتدفق السيمبول على كل فرع حيكون فقط 1 كيلو سيمبول بر سيكون ولكن الأصل كم كائن؟ الأصل كائن 4 ميجا 4 مليون سيمبول بر سيكون لما قسمناها من Serial إلى Parallel بمعدل وبالتالي سنتغلب على مشكلة Inter-Symbol Interference سنحاول نقارب بالكام طبعا الكلام هذا يعني بعدين سنزيد نفصل فيه بشكل أكثر ولكن فقط سناخذ فكرة عامة تمام، الآن لو فرضنا أنه عندنا ويرس تشانل معينة الويرس تشانل هذي كان الـ Access Time واللي معروش معنا الـ Access Time الـ Access Time يعد يرجع إلى الجزء الخاص بالقنوات اللاسلكية فلو فرضنا أن الـ Access Time هو TS أو TA كان يساوي 1 ميلي ساكند بمعنى أن السيمبلس هذينا ستأخذ 1 ميلي ساكند وهي تأتي مع بعضها يعني ستأخذ 1 ميلي ساكند حتى تنتهي كل سيمبل الآن، لو نرسل 4 ميجا سيمبل برساكند على هذه القناة ذي الـ Access Time بتاعها 1 ميلي ساكند 1 ميلي ساكند تمام، في الـ 1 ميلي ساكند كم حاجين هي سيمبل مختلف؟ لأنها 4 ميجا ما معناها 4 ميجا؟ معناها 4 مليون سيمبل في الثانية 4 مليون سيمبل في الثانية في الـ 1 ميلي ساكند حتى تأتي أربعة آلاف سيمبل يعني في الـ 1 ميلي ساكند هذه أربعة آلاف سيمبل حيأتن مع بعض في خلال 1 ميلي ساكند الأربعة آلاف سيمبل هذي طبعا كل سيمبل حيجي مرتباث كل سيمبل ممكن يأتي عشر مرات فتخيل أنت كل سيمبل جاء عشر مرات وهنا أربعة آلاف سيمبل حاجيك أربعة يعني أربعين آلاف سيمبل في الـ 1 ميلي ساكند المطلوب من الإكوالايزر المطلوب من الإكوالايزر الآن أن يحل الأربعين آلاف سيمبل ويأخذ كل سيمبل وحده بشكل صحيح وهذه طبعا مكلفة جدا من حيث الباور يعني زمان لو نحو قبل عشرين سنة كانت حتى التكنولوجي كانت ما تسمحش بإنتاج مثل هذا الإكوالايزر إلا يكون بتقنية عالية وبسعر غالي الآن ممكن إنتاجها بسعر رخيص ولكن المشكلة أنها هيستهلك طاقة عالية جدا وبالتالي استهلك طاقة عالية جدا يعني ممكن الباورة بتاع الموبايل فون لا تكفي فقط إلا لدقائق معدودة لتحليل هذه الأربعين آلاف سيمبل خلال 1 ميلي ساكند وبالتالي كانت الحل هذا غير وارد لكن لما قسمنا الإشارة من سيريال إلى براليل بمعدل مثلا أربعة آلاف براليل آتبوت فأصبح عندي على كل آتبوت هيكون عندي السيمبل ريت هو 1 كيلو سيمبل برساكند أي أن الفرق ما بين كل سيمبل وسمبل هو 1 ميلي ساكند وبالتالي حلينا تماما مشكلة الانتر سيمبل انتر فيرنس الآن السؤال كيف يمكن إرسال الأربعة آلاف سيمبل هذين اللي هنا براليل؟ لابد لكن يتم إرسالها أن يتم وضحا على سب تشانل يعني انقسموهن بالفرقوانسي ديفيجين مرتبول أكسس يعني يحط كل واحدة على كارير مختلف عن الثاني ولابد أن يكون الكارير هذين يكون الأرثوغنال لأنك نظر محلي لاشي مشكلة إذا لم نضع السيمبل بشكل متوازي هذين اللي وصلنا لها إذا لم تكن على أرثوغنال كارير معناها حيصير التداخل من جديد وبالتالي ما حلناش المشكلة إطلاقا تمام؟ إذا لحل هذه المشكلة لابد أن كل سيمبل في هذين أو كل فرع من هذين يحمل على كارير والكارير يكون أرثوغنال يكون متعامد على الكارير اللي بعده بمعنى أنه ما يصيرش بيناتهم أي تداخل تمام؟ الآن نأتي إلى الطريقة المنطقية أو البسيطة اللي ممكن أي طالب يتخيلها وبعدين نعرف ليش أنها لم تكن تستخدم الطريقة هي كالتالي الطريقة هي كالتالي طبعا نحن عندنا هنا السيمبل كيفما أشارنا الإمبدري وبعدين فرضنا أن السيمبل ريت عندنا ثلاثة FS والFS هذا قسمناها إلى ثلاث وحدات فقط للتبسيط يعني إلى ثلاثة Parallel Outputs وكل Output عنده FS يعني السيمبل ريت FS وبالتالي حيكون الإمبد هو ثلاثة FS بمعنى لو كان الإمبد عندك واحد كيلو بيت برسكت معناها الإمبد حيكون ثلاثة كيلو بيت برسكت فهنا حولنا إلى ثلاثة طبعا في التطبيقات العملية تقسمي الأكثر من ذلك بكثير يعني ممكن أكثر من خمسمية أو ألف Parallel ولكننا هنتحدث فقط على ثلاثة من أجل الشرح حتى يسهل تخيل البروبلم الآن هنضرب كل وحدة كل سيمبل جاي حيضرب في كوساين كيف ما نشوفون نحن الآن في كوساين ولكن الكوساين هو الإشارة الحاملة واللي مش عارف يعني معنى المودلات يرجع إلى جزء الأول تحدثنا على التفصيل وليش استخدمنا كوساين حتى إذا شرحناها بالتفصيل في جزء الأول من هذا الكورس الآن لما ضربنا الإشارة أو حملناها على الكوساين الأولى والكوساين الثانية والكوساين الثالثة الآن لدينا كونديشن اللي هو الكونديشن بتاعنا شنه هو شن الفرق ما بين الفريقونسي F1 والF2 والF3 والF1 والF3 ما هي الفرقات في الفريقونسي بحيث نضمن إنه ما يصيرش أي تداخل ما بين الإشارة الأولى هي الـ S1 والإشارة الثانية الـ S2 والإشارة الثالثة الـ S3 بلين حنجمحها على نفس الشانل نرسلهم الآن في الشانل الآن معاش عندي يخوف معاش عندي يخوف من مشكلة الآيس آي لأن كل وحدة فيهم كل باراليل هو يعني بطيء بما فيه الكفاية الديتاريت بتاعه قليلة بما فيه الكفاية أو أن السيمبلز الفرق في التايم بين السيمبلز هو واسع بما فيه الكفاية بحيث يتغلب على مشكلة الآيس آي تمام؟ الآن أرسلناها في الشانل عند الريسيفر طبعا نعمل ديتكشن فقط لهذه الإشارة كيف ديتكشن؟ ديتكشن نضربها كذلك في نفس الكوسين واللي ما فهمش النقطة هذه يرجع إلى جزء الأول وجزء الثاني تحدثنا فيها بالتفصيل وكيف يتم المودوليشن والديمودوليشن هنضربها في الكوسين F1 والكوسين F2 والكوسين F3 وبعدين عندي هنا الماتشت فلتر الخاص بكل سيمبل وبعدين هيكون عندنا من باراليل إلى سيريال أجين يعني هنا من سيري إلى باراليل بعدين من باراليل إلى سيريال هذا عند الريسيفر فلو كانت الديتا هنا كانت مثلا ثلاثة ميجا سيمبل برساكن على كل فرع حيكون وان ميجا وان ميجا وان ميجا يمشن في الشانل وفرضنا الوان ميجا تستطيع أن تتغلب عن الائس آي وبعدين عند الريسيفر يتم ديتكشن لكل واحدة على حدة وحتكون عندي هنا الأوضبط وان ميجا وان ميجا وان ميجا وبعدين من باراليل إلى سيريال هتطلع عندي نفس السيمبل الريت من جديد اللي هي ثلاثة ميجا سيمبل برساكن ولكن للأسف الشديد إن هذه الطريقة البسيطة جدا لم تكن مستعملة ليش ما كاناش مستعملة نبقى نعرف السبب ليش هذه الطريقة ليه معروفة من عشرات السنين يعني معروفة من ممكن من الثلاثينات أو من العشرينات ومع ذلك لم تكن تستخدم للFDM هل يسمون فيها FDMA Realization Frequency Division Multiple Access Realization لماذا لم تكن مستخدمة للتغلب على مشكلة الـ ICI السبب هو كالتالي طبعا هنتطرق الآن لبعض الرياضيات حتى نوضح هذا السبب ولكن لن نتعمق فيه بشكل كبير طبعا إحنا حتى نستطيع أن نتحصل على كوساين وكوساين طبعا الكوساين هذا عن تردد FI وهذا كوساين عن تردد FK مهما كانت الـ I والK فنحتاج أن يكون صفر إذا كان الـ I لا تساوي الكي يعني إذا كان الـ I لا تساوي الكي مثلا عندها كذلك F1 و F2 معناها نبو الأوثيغنالتي ما معناها الأوثيغنالتي التعامد ملاحظ الضرب هنا يساوي صفر طبعا الـ Integration بتاعها الـ Correlation وإذا كان الـ I تساوي الكي يعني هو مع نفسه يساوي الـ A الـ A هذا أي رقم لا يساوي صفر واحد نص ربع مش مشكلة بعدين سنستخدم Amplify ونكبر مش مشكلة لكن مفوضي يكون 0 إذا كان الـ I لا تساوي الكي هذا هو الـ Condition اسمه Condition Orthogonality Condition أو الـ Condition المطلوب حتى نتحصل على تعامد كامل وهذه مهمة جدا بحيث نستطيع أن نفصل عند الـ Receiver نستطيع أن نفصل ما بين الإشارات المختلفة يعني عندي هذا إشارة على فرع وإشارة على فرع آخر في الـ Receiver لابد يستطيع أن يفصل بينهم لو لم نتمكن الفصل بينهم معناها ما درنا شي وأصبح الإشارة تتدخل من جديد وكأن الـ Ice Eye سترجع من جديد تمام الآن نرجع لنفس الفيقر اللي حشفناه من شوية اللي هو هذا الفيقر الآن هنحاول نشوف الـ Condition المطلوب حتى نتحصل على ما يسمى بالـ Orthogonality وبالتالي لو شفنا هذه على المعادلة نفسها اللي نشوف فيها أمامنا الآن وبعد إجراء بعض يعني يعني الـ Integration وبعض المعادلات الرياضية البسيطة يعني شوية Math Manipulations هنا فنتحصل على هذه المعادلة المعادلة هذه لو ننظروا لها بدون دخول في تفاصيل نجد أننا نحتاج هذه تكون سفر نشوف الـ Condition اللي تحدث فينا هذه تكون سفر أول شيء ممكن حد منكم يسأل لأن هذا سؤال مهم جداً شنو هو الثيتا آي والثيتا كي الثيتا آي والثيتا كي هذين عبارة عن random face shift ما بين الكوساين لأننا لما شفناه في frequency division multiple access كل واحد عنده كوساين أو عفوا يعني كل واحد نشوفون هنا هذا كوساين خاصة به وهذا كوساين يعني كل واحد جنريتور خاص كل واحد عنده جنريتور خاص وكل جنريتور ممكن يكون عنده أي face shift difference ما بين الجنريتور الثاني وبالتالي هذه الثيتا أي 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 face shift ممكن يكون random تمام فالآن حتى نستطيع أن نتخلص أو نجعل هذا يصوي سفر نحن قلنا لما يكون عندنا fi وfk وfi لا تساوي fk نحتاج أن هذه تساوي 0 لابد أن هذه تساوي 0 وحتى هذه تساوي 0 ربما عندي هنا theta i و theta k موجودات هذا sine theta i minus theta k وهنا عندي كذلك theta i minus theta k وعندي هنا 2 pi في fi minus fk في ts شو نحتاج هنا نحتاج أن هذه هذه القيمة هي fi minus fk في ts ts هذا symbol rate هذا symbol هذا الزمن ما بين symbol symbol duration symbol duration فنحتاج أن fi minus fk في ts fi minus fk ضرب ts نحتاج أن هذا يكون 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 1 أو يكون 0 طبعا 0 غير مطلوبة 0 0 مشكلة 0 معناها أن fi تساوي fk ولكن غير fi fk ياما تكون 1 ياما 2 ياما 3 ياما 40 سوي n ليش سوي n لأنه لو تشوف هنا هذه مضلوبة في 2 pi وبالتالي أي رقم صحيح تضرب في 2 pi حتكون هي نفس ث i minus ث k أي زاوية ضيف لها 2 pi والله مضاعفات 2 pi سترجح هي نفس الزاوية وبالتالي ستقل عندي هنا sin ث i minus k minus sin ث i minus ث k وهذه ستساوي 0 إذن أنا حققت الكون المطلوب إذن شروط تحقيق الكون المطلوب أن ث ث i minus 3 k ضرب ts تساوي n هذا أي integer زي ما قلنا 1 2 3 4 b شن هو أقل رقم integer هو 1 طبعا وبالتالي إن fi minus fk المفروض يساوي 1 و n مقسوم على ts مقسوم على ts لأن ts المنضرب هنا ننقلوها الطرف الآخر هتقل 1 على ts شن هي الواحد على موجود بعد parallel to serial converter تمام الآن نحتاج إلى أن بمعنى أن الفرق ما بين carrier ما بين two cosine wave لابد يكون نفس symbol rate يكون نفس symbol rate ما بعد serial to parallel converter الآن لو سألت كم سؤال لو أن θ i تساوي θ k شن حيصير لو θ i تساوي θ k طبعا sine 0 0 0 ث i minus k تساوي 0 إذن شن نقعد الكون الكون نبي sine 2 by fi minus f k على ts أو ts نبيها تساوي مضاعفات by هي ما تكون ساوي by تمام لأن عندك sine by 0 أو 3 by إلى آخر تكون عدد فردي وبالتالي أقل وحدة فيهن هي تكون الواحد هي وبالتالي ماذا نحتاج نحتاج أن fi minus f k تساوي 1 على 2 ts بمعنى تساوي sampling rate اسمه 2 هذه أمتى هذه فقط لو أن theta i تساوي theta k هل يمكن أن نقع theta i ساوي theta k هذا هو كما يقال مربط الفرس هذا هو مربط الفرس أن theta i تساوي theta k باستخدام تكنولوجيا حديثة وهذا سبب هو ليجعل هذا realization لل off dm يتأخر كل هذه السنين تمام لكن الآن دعونا ننسى أن theta i ساوي theta k وأن theta i هذه random number وثا k random number وبالتالي نحتاج أن الفرق ما بين fi minus f k يساوي 1 على ts تمام الآن نذهب إلى نفس الإكزامبل اللي وضعناه نحن هذه هي الإشارة الأصلية قبل serial to parallel فهي كان عندك bandwidth هو 3fs طبعا لو فرضنا خذنا double side band فعندك هنا الband اللي عندك اللي هو 3fs هذا total تمام بعد serial to parallel أصبح عندي كل outcome يعني من هنا هذا serial to parallel هذا عندي serial حولت هيا إلى 3 كل وحدة فيه هي fs هذه fs و fs و fs والإنبوت اللي داخل كان 3fs تمام الآن شو نقل نحن قلنا في frequency division multiple access realization ولأن عندنا faces random يعني theta i لا تساوي theta k وبالتالي condition كنت تذكرون أن condition حتى نتحصل على orthogonal system أن الفرق ما بين كل carrier والcarrier الذي يليه لابد يكون على الأقل fs لابد يكون على الأقل fs كيف ما أشارنا يعني يعني f i minus f k لازم يساوي على الأقل يكون يساوي sampling frequency fs الآن لو وضعنا أن هذا الأول هو هذا الأول ثم مثلا a بعدين الكارير اللي بعدها لازم يكون يبعد fs وهذا الكارير الثاني اللي هو b ثم الكارير الثالث اللي هو c اللي هو هذا تمام الآن ما هو bandwidth الذي تحتاج أنت الآن لإرسال إشارة حتى تحتاج إلى bandwidth يساوي خمسة fs يعني الإشارة الأصلية كانت ثلاثة fs اللي هتحتاج الآن هي خمسة fs وهي طبعا مشكلة كبيرة لو تذكروا لما تحدثنا على في communication في جزء الأول أن bandwidth من أكثر الأشياء أو من أكثر العوامل ندرة خصوصا في الترددات اللي هي أقل من ثلاثة جيجا هرتز الباند عندنا شيء مهم جدا وغالي ثمن جدا جدا وجميع النطاقات كلها تقريبا مرخصة لتطبيقات مختلفة وبالتالي لو أنك دفعت مبلغ ضخم جدا حتى تستطيع أن تستثمر مثلا في 10 ميجا أو 100 ميجا هرتز من الباند بالتأكيد أنت لا أحد يرغب فين يضيع نصها تقريبا في إعادة لإرسال نفس المعلومة فهذه مشكلة طبعا الباندوث اللي تحتاج لو عندك NFS بعد استخدام التقطيع بالفريكوانسي المعتاد هتحتاج إلى 2N مينس 1FS طبعا لما الانتقد عالية مكتهم للواحد يعني تحتاج تقريبا إلى ضعف الباندوث يعني لو كان عندك مثلا أنت الإشارة الأصلية كانت 10 ميجا هرتز لما تستخدم الطريقة هذه اللي حتحدثنا عنها هتحتاج إلى الباندوث على الأقل هيكون 20 ميجا هرتز وطبعا المناع 10 ميجا هرتز هذه فائض أو زايدة وبالتالي هذه حتكون مشكلة كبيرة ويا ليت الأمر انتهى إلى هذا الحد بل الأمر أسوأ لأننا سنحتاج كذلك نتيجة أن الفريكوانسي الفيس راندوم ونتيجة أن حتى التردد نفسه يعني التردد نفسه لا نستطيع أن نضبطه تماما أن يكون الفريك FS نتيجة الديفييجن اللي يسير في الأنظمة القديمة وبالتالي نحتاج إلى وضع بانت حماية ما بين الفريكوانسي وبالتالي حتى نوصل 10 ميجا هرتز ممكن نحتاج إلى على الأقل إلى 22 ميجا هرتز أو 23 ميجا هرتز من البانوت حتى نقسم هذه الإشارة إلى عدات كثيرة ونوصلها إلى يعني لو كان عندي مثلا عدد كبير جدا من الان هنحتاج إلى بانوت عالي يصل إلى ضعف أكثر من ضعف البانوت الأصلي ولهذا الFDMA لم تكن مستخدمة لم تكن يعني محببة لأنها تستهلك البانت ما هو الحل؟ الحل الحقيقة تأخر حتى بدايات الألفين بعد تطور التقني الكبير جدا في السيمي كوندكتور وفي الانتغريت سيركتور في الفيليس آي في الفيلي لارج سكيل انتغريت سيركتور وأصبح بالإمكان الآن في الديجيتال سيركت أنه يتم تصميم ما يسمى بالFFT الفريقوانسي اللي هي Fast Fourier Transform والIFT اللي هي Inverse Fast Fourier Transform هذه عبارة عن براسس مثل الكوساين يعني ممكن مش هندخل في تفاصيلها رياضية لكن أعتقدنا جميع من يتابع في هذه الحلقات يعرف الفوري ترانسفورم والديجيتال أو ديسكريت فورم بتاحها اللي حتكون عندنا ديسكريت فوري ترانسفورم وبعدين تم تطويرها بشكل تكون أكثر إفشينسي وتسمى بالFast Fourier Transform وعندنا الInverse Fast Fourier Transform وهذه التكنيك هي نفس فكرة الكوساين والصاين والميزة الأساسية في الفوري ترانسفورم هنعرفوها لتحويل من الزمن إلى التردد أو من التردد إلى الزمن ولكن هنا تستخدم من أجل غرض آخر وهي الحصول على الحصول على التعامد ما بين السببانز ما بين استخدام FFT والإنفيرس فوري ترانسفورم والإنفيرس فوري ترانسفورم ما الفرق بينه وبين استخدام الكوساين اللي شفناها من شوية إن الفاسفوري ترانسفورم والإنفيرس فوري ترانسفورم حقيقة يتم إنجازة على نفس الانتجريتر سيركت يعني عندك انتجريتر سيركت ديجيتال يتم أول حاجة إنجازة ديجيتالي ثاني شيء نهي على نفس الانتجريتر سيركت وأنهي الانتجريتر سيركت تغذى برفرنس واحد يعني عندك كوساين واحدة عندك تردد واحد كوساين واحد يغذيها وبالتالي حتكون كل النقاط في الداخل نفس الفيس بما أن تحققت نفس الفيس بمعنى أن ثيتا آي تساوي ثيتا كي إذن الترددات التي نحتاجها لتفريق ما بين تو باندس هتكون فقط هي ف اس على اثنين بدل ما كانت يعني الف آي ماينس الف كي نحتاجها تكون هي ف اس على اثنين في الأول كنت نحتاجها ف اس الآن ف اس على اثنين ما معنى ف اس على اثنين معناها لن نضيع أي باند لن نضيع يعني معنى ما عندناش ويستنج في الباند كيف ما تشوفوا هنا مثلا في الفكرة اللي درناها او لو كان عندنا ثلاثة ف اس هيكون الأولى هذا الاول هو ال اي كما اشارنا من شوية الثاني هيكون على بعد ايش كم من حيكون على البعد هيكون على بعد قلنا ف اس على اثنين وبالتالي هيكون هذا الثاني ال ب والآخر واللي بعدها هيكون كذلك على بعد ف اس على اثنين هيكون موجود عندنا هنا السي فوجدنا الآن ال ا وال ب والسي مع انك تشوفها متداخلة ولكن يتم فصلها بسهولة عند الروسيبر لان كل وحدة تكون متعاملة الكوساين الكوساين اللي يحمل الكوساين اللي يحمل A والكوساين اللي يحمل B والكوساين اللي يحمل C عندهم نفس الفاسز وعندهم فارق في الفريقوانسز يسوي Fs على اثنين وبالتالي يتم فصلهم بسهولة جدا عند الروسيبر كيف يتم فصلهم باستخدام الانverb يعني عملية عملية المزج تتم بثبت باستخدام IFFFT عملية فك المزج تتم باستخدام FFT أو العكس يعني وحدة تستخدم للموديليشن والثانية تستخدم للديموديليشن وبالتالي يتم فصلها من جديد وهذه هي الثورة التقنية اللي أحدثت FFT وأصبح بالإمكان الآن لا نضيع أي باند يعني الباند الأصلي كان عندي ثلاثة F أصبح بعد التقسيم أصبح لا يزال الثلاثة F ما أصبحش ما عندش أي ضياع في الباند ويت ونستطيع أن نقسمها إلى أي عدد نحتاجها يعني لو كان عندي الباند الأصلية مثلا لو عندي تشانل معينة التشانل هذه ممكن تحمل فقط خمسة كيلو سيمبل بير سكن بدون انتر سيمبل انترفيرنس أو بسمول انتر سيمبل انترفيرنس بحيث يمكن أن نستخدم سيمبل إكولايزر لحلة وبالتالي خمسة كيلو سيمبل بير سكن وانا عندي مثلا خمسمائة ميجا سيمبل بير سكن إذن ندير سيريال هاتو براليل بطريقة سابقة نشوفها لو عندي هنا خمسة كيلو وعندي هنا خمسمائة ميجا كم نحتاج إلى مثل في هذه الحالة نحتاج على سبيل المثال نحتاج مئة ألف مئة ألف من سيريال برال إلى مئة ألف مثلا سنحتاج بعدها إلى استخدام الف تي وبعدها الف تي ونستطيع أن نستخلص الإشارة وبالتالي الآن مشكلة الايس اي بروبلم انحلت بشكل أو يعني تم التعامل معها بشكل ناجح وبشكل كبير جدا بشكل يعني وهذا طبعا الشكل العام السيمبل سنتكلم عليه في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته